السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس الابتدائي. أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم. تعالوا نشوف موضوع السيطمة النهاردة عن ايه? عن احنا في الوحدة الرابعة بعنوان التكيف مع التغيرات. اللي هو المحور الرابع. حماية كوكبنا. المفهوم التاني من الوحدة الرابعة بعنوان التربة والتغير البيه. هنأخذ ان شاء الله النهاردة من نشاط رقم واحد الى نشاط رقم اربع. تعالوا نشوف نشاط رقم واحد بيتكلم عن ايه? بنقول تساءل كعالم. وهنا هل تستطيع الشرف? رقم اتنين تنوع التربة. رقم تلاتة ما الذي تعرفه عن التربة? رقم اربعة كيف تتكون التربة? تعالوا نشوف مع بعض نواتج التعلم في نهاية هذا المفهوم هنكون قادرين على ايه? ان احنا هنتعرف على اهمية التربة وازاي ان التربة دي بتأثر على البيئة وان البيئة بتأثر عليها. هنحدد خصائص انواع التربة المختلفة من حيث ان كل تربة لها لون مختلف او لون مميز وليها حجم الخبايبات بتاعتها وكمية المواد العضوية اللي موجودة بيها. هنحدد دور عبليتي التجوية والتعريق في تكوين التربة وان في دور للكائنات المحللة انها هتكون من التربة. تعالوا اول نشاط مع بعض بعنوان هل تستطيع الشرح? وهنا عندي مهارات تفكير العلماء بتقول تساءل كعلم. انا عندي التربة موجودة حوالينا في كل مكان. طب ايه معنى كلمة التربة دي? التربة هي عبارة عن ايه? عبارة عن الطبقة السطحية الرقيقة اللي هي مفككة من الارض. ودي طبعاً من الموارد الطبيعية المهمة. يعني التربة دي اللي هو التراب اللي احنا بالعامية كده. الطراب اللي احنا بننشع عليه او بنزرع ايه? بنزرع من خلاله. فدي الهوة مين معنى كلمة اتنين? التربة. فلذلك تعرفها يعبارة عن ايه? طبقة سطحية رقيقة مفككة من الارض ودي من موارد ايه الطبيعية. طيب هنلاقي هده ان التربة دي بتتكون نتيجة ايه? نتيجة ان انا عندي سخور والسخور دي تفتتت ودي اسمها عملية التجوية وعندي كمان ان في تحلل للنباتات والحيوانات طيب بالنسبة ليه التربة دي. هل التربة دي مهمة? قال لنا هنا ان اهمية التربة ان اساسيات النظام او احدى اساسيات النظام البي لان هي مورد طبيعي ومصدر طبيعي. طب مصدر طبيعي ومهم المين? قال لنا اول حاجة للنباتات ليه احنا بنزرع فين? بنزرع في التربة. يبقى النباتات دي ايه? ان انا عندي ان التربة بتحتوي على العناصر الغذائية والمية والهوى اللازم للموا مين? النباتات. طب ايه كمان? قال لنا مهمة للانسان والحيوان. ليه? لاني انا بزرع في التربة النبات. طب التربة دي بتوفر ايه? بتوفر الاحتياجات اللي هو زي مين? زي الغذاء. بالنسبة او الاحتياجات والموارد الغذائية تقريبا لمين? للانسان والحواي. كمان ان التربة دي مهمة ان فيه كائنات حية اخرى بايه? بتبقى مهمة لمين? للكائنات دي. لان التربة دي انها مسكن او موطن للعديد من الكائنات زي مين? زي الديدان وزي الحشرات وزي البكتيريا وزي الفطريات. يبقى اذا ان التربة مهمة جدا للنبات والانسان والحواي والكائنات الاخرى زي الديدان والايه? والحشرات والفطريات والبكتير. طب تعالوا بقى هل احنا هنا عندنا فيه علاقة ما بين التربة والبيئة? فيه فعلا علاقة ما بين التربة والبيئة ولو حصل تغيرات في في البيئة بيؤثر على مين? على التربة. زي ايه مثلا قلنا احنا عندنا لو ارتفعت درجة الحرارة بيؤدي الى جفاف التربة. جاي ده منين? لان انا عندي هنا ان المية اللي موجودة في التربة والاملاح المعدنية والعناصر الغذائية اللي هي اللازمة مين? اللازمة للنبات. انا جات وعندي درجة الحرارة ارتفعت. ايه اللي هيحصل? هيؤدي الى تبخر ايه? تبخر الماء اللي موجودة في التربة. طب لما المية تتبخر. يبقى ازا هنا هتلاقي ان حصل للتربة تشاقق او بنقول عليه ايه? جفاف. لذلك هنلاقي ان بعض المكونات التربة والعناصر الغذائية هتبتدي التربة انها ايه? طف كده نتيجة الايه? الجفاف التربة. طب قالنا فيه كمان ان فيه تأثير تغيرات بقى في التربة على مين? على البيئة. ازاي? لان انا عندي لو التربة غير صحية او غير خزبة زي ما احنا بنقول انها ايه اللي هيحصل مش هيبقى فيه نبات كويس. يعني وهتأدي الى ايه? الى موت النباتات اللي تتعيش ايه فيها? ولذلك هيقلل الاعداد مين? اعداد الحيوانات. يبقى هنا فيه علاقة ما بين التربة والبيئة. لو البيئة حصل فيها تغير هتأثر على التربة. ولو التربة حصل فيها تغير هتأثر على البيئة. طب سؤال. يقولي ما العلاقة بين التربة والتغير البيئة? التربة هي اساس الحياة. ولو كانت التربة غير صحية هنلاحظ ايه? النبات هيموت. صح كده? طب لما النبات هيموت هيقلل اعداد الحيوانات. فاذا هنا هيتغير مين? النظام البيئي ككل. كما تؤثر ايضا البيئة فين في التربة. فاذا ارتفع درجة حرارة البيئة فسوف تجف التربة وربما تفكد بعض عناصرها الغذائية. يبقى ده بالنسبة للعلاقة ما بين التربة والايه والتغير البيئي. نشاط رقم اتنين بعنوان تنوع التربة. مهارات تفكير العلماء تساءل تعالي. الطربة اتكونت عبر الزمن ما هي موجودة مورد طبيعي. يعني اتكونت في الطبيعة. وهنا ان التربة ليها اهمية كبيرة جدا انها تحافظ على حياة الكائنات الحية. زي ما احنا قلنا انها مهمة مين? للانسان والحيوان. بتوفروا الاحتياجات والمورد الغذائية. زي كمان انها موطن لكثير من الكائنات الحية الاخرى. يبقى ازا هنا انها بتحافظ على حياة الكائنات الحية. بنلاحظ هنا ان التربة دي لها انواع. الانواع الكتيرة دي بيختلف ايه? في اللون. وبيختلف في اللي هو حجم الخبيبات. وبيختلف في كمية المواد العضوية. طيب. هدا دلوقتي عندي بالنسبة ليه اللون. بلا ان لون الطربة بيختلف على حسب نوع الطربة. ليه? لان انا عندي الطربة رملية والطربة الطينية والطربة الصفراء. فهللاق ان الطربة الرملية لونها ايه? لونها اصفر كده. طب بالنسبة للطينية بيبقى لونها ايه? اصمر داكن كده. طب بالنسبة للصفراء. ناخد بالنا ان التربة الصفراء بتبقى خالية من الرمل والطير. فلزلك هنا اللون بيبقى ايه? رمادي اللي كده الايه? اللون. خلاص كده? لانها مزيج من التربة الرملية والتربة مين? الطينية. يبقى ازا فعلا ان بتختلف نوع الطربة حسب ايه? او بيختلف لون التربة ايه? حسب ايه? نوع. طب انا عندي كمان حجم الحبيبات. بلا ان حجم الحبيبات بتاع التربة ممكن يكون ايه? حجمها كبير زي مين? او صغير الحبيبات. اللي بتبقى صغيرة الحبيبات وبتبقى متماسكة كده اللي هي التربة الطينية. عندنا المتوسطة الحبيبات اللي هي التربة الصفراء. وعندي الكبيرة الحبيبات اللي هي التربة مين? الرملية. لزلك ايضا ان التربة بتختلف في حجم مين? الخبيباء بتاع التربة. هنلاقي بقى المواد العضوية. المواد العضوية هنا برضو عندي ان التربة بتختلف نوع حسب كمية المواد العضوية. ايه المواد العضوية دي اللي هي اسمها او بتبقى البقايا الكائنات الميتة اللي موجودة ايه فيها? وهنا بنطلق عليه البقايا الكائنات الميتة دي. دي معلومة بس اه اسرائية كده. بنقول عليه الدبال. خلاص كده? طيب انا عندي برضو ان كل تربة بتختلف في كمية المواد العضوية. هنلاقي اكتر واحدة فيها اللي هو المواد العضوية دي هنلاقيها الايه الصفرة والاقل خالص او النادر من المواد الايه العضوية اللي هي الايه التربة الرملي. طيب سؤال بيقول لي علل يختلف نوع التربة من بيئة لاخرى. هنقول بسبب اختلاف ايه نوع السخور التي تكونت منها والمناخ السائد في المنطقة والكائنات الحية التي تعيش ايه? التي تعيش فيها. طيب ننتقل الى نشاط رقم تلاتة. بيقول لي ايه نشاط رقم تلاتة? ما الذي تعرفه عن التربة? مهارات تفكير العلماء قيم كعلم. انا عندي في النشاط ده عشان اعرف التربة لازما اعمل فحص للتربة. التربة دي هي عبارة عن ايه? خالية من اشياء مختلفة. ممكن اشوف بعضها والبعض التاني مقدرش اشوفه. طب لو انا جبت هنا كمية صغيرة من التربة. وقمت جاية باستخدام عدسة مكبرة عشان اشوف المكونات بتاعتها. وهنا العدسة المكبرة دي بتبقى يدوية وبستخدمها علشان افحص من الاشياء. هنلاحظ ايه? هنلاحظ ان هنا ان التربة دي فيها كتير من جزيئات السخور الصلبة او الصغيرة. طب هنلاقي كمان هنلاقي قطعة من اوراق الاشجار والاخصان الاشجار والنباتات. هنلاقي كمان ان في بعض المواد لها لون داكن وانا ممكن ان انا مقدرش اتعرف ايه? اتعرف عليها. طب هنلاقي هنا ان التربة دي او الاشياء دي المقدار بتاعتها اللي بيلاقيها في التربة بيعتمد على مصدر مين? على مصدر التربة. لما ده بالنسبة لما اجي افحص سنين هفحص التربة. طب انا عندي بقى فيه هنا مكونات اساسية للتربة. التربة بتحتوي او جميع انواع التربة بتحتوي على اربع مكونات. ايه هي? قال لنا اول حاجة اللي هي المية. والمية هنا بتحدد نسبة المية في التربة او رطوبة الايه? رطوبة المية. يعني ايه? يعني هل التربة دي بيها كمية من المية ام ليه? طب ايه كمان من مكونات التربة الهوى? وده بيحدد تهوية التربة. اقول معلومة بس اسرائية بمناسبة تهوية التربة. انا قلت ان هنا ان ان التربة موطن لكثير من الكائنات الاخرى. طب الموتة هي هل لها فايدة الكائنات اللي بتعيش او بتعمل جحور في التربة كده? قال لنا ايوة. من ضمن فائدة الحيوانات او الكائنات الاخرى اللي بتعيش في التربة اللي بتعتبر كموطنة انها بتعمل على تقليب وتهوية مين? التربة. وده ادام التربة بتبقى جيدة التهوية. يبقى لذلك انها تربة ايه? خصبة. وتبقى صالحة مين? للزرع. تالت مكون من مكونات. التربة المواد العضوية اللي احنا قلنا ايه? اللي هي البقايا الكائنات الميتة اللي انا بقول عليها ان هما بنسميهم الدبال. وهنا كتر ما او لما التربة بيبقى فيها مواد عضوية كتيرة او زايدة او الكثير زي قلت ايه? زي التربة الايه? الصفراء بتبقى تربة خصبة او عالية مين? الخصوبة. ودي طبعا بيبقى ايه? ما بنزرع فيها بتبقى انتاجة ايه? اكتر من ايه? من ايه من التربة الايه الرملية. تالت مكون فيه المكونات بقى السخرية والمعدنية اللي بتحدد شكل مين? شكل التربة. يبقى ما يقول لي اكمل تحتوي جميع انواع التربة على كم مكون اربعة? ايه تيجي تعاملين رئيسيين? ايه هما اللي هي عملية التجوية وعملية التعرية? طب عملية التجوية دي يعني ايه? يعني انا عندي ان السخور اللي موجودة بتتكسر ايه? بتتكسر الى قطع صغيرة بفعل مين? بفعل عندي يا اما الرياح يا اما المية يا اما الجليل. طب لما بتتكسر كده بتتحول الى ايه? بتتحول الى رمل وحصل. يبقى اول مرحلة من مراحل تكوين على التربة ان هنا السخور بتتكسر الى قطع ايه? صغيرة وبتتحول الى رمل وايه? وحصل. طب مين اللي بيكسرها? يا اما الرياح يا اما المية يا اما الجليل. يبقى دي اسمها عملية ايه? ادام تكسير يبقى تجوية. طب تاني حاجة ان انا عندي ان السخور دي اللي قصرت اللي بقيت حتر صغيرة بتتنقل من مكان الى اخر. يبقى دي اسمها عملية مين? عملية تعرية. طيب يجي بعد كده بلاقي هنا بعد ما اتنقلت الكطع الصغيرة دي من مكان الى اخر بتترصب الكطع دي وبتختلط مع ايه? مع مكونات اخرى علشان ايه? تتكون او تتشكل مين? التربة. يبقى هنا تلات مراحل تجوية تعرية ترسيل. دي اللي هي بتاعت مين? اللي هو تكوين الايه? التربة. طب تعالوا هنا نشوف بقى خصائص التربة. انا خدت عشان تتكون التربة في عملية التجوية اللي هي تكسير وتفاتت صخور. وبعد كده بدأت تتنقل يبقى فيه تعرية. وبعد كده بدأت تترصب يبقى فيه ايه? ترسيل. بلاقي ان هنا فيه انواع مختلفة من التربة وكل نوع منه خصائص بتميزه عن غيره. طب التربة هنا الخصائص بتاعتها بتتميز ديه? ان كل تربة لها شكل معين. بيبقى ليها ملمس معين. هنلاقيها ان فيها بتحتفز او لها قدرة على الاحتفاظ بالمية. يعني ما ااجي اسقي او اضع الماء فيها زي التربة بتحتفز بكمية المية. اما مثلا على سبيل المثال زي الطين. لو انا جيت حطيت فيه مية. هلاقي ان هو بي ايه? بيتشرب المية. وهنا هلاقي لو انا حطيت في تربة رملية. هلاقي ان المية ايه? ما بتحتفز بيها. هلاقي ان برضو ان التربة دي بتختلف في حجم الحبيبات. وانا خدت ان فيه حجم الحبيبات بتاعة التربة اللي بتكون التربة زي التربة الرملية مثلا حبيباتها كبير. التربة الصفراء متوسطة. التربة الطينية حبيبات ايه? صغيرة. وكمان عندي انها بتختلف فيه في الخصوبة. انها هلاقي وانا ذكرت قبل كده حسب كمية المواد العضوية اللي موجودة لها بتزيد من خصوبة التربة. فهلاقي ان اكتر تربة نوع من التربة آآ زيتة خصوبة عالية اللي هي من التربة الصفراء لانها فيها كمية كبيرة من مين? من المواد الايه العضوية. اما النادر من المواد العضوية دي في التربة الايه الرملة. ولكن ناخد بالنا ان كل تربة كمان بتبقى مناسبة لزراعة نوع او انواع من الايه من المحاصيل. فلاقي ان التربة خصائصها بتختلف باختلاف نسبة مكوناتها. وده عامل زي ايه؟ شبهناه بصلطة الفواكه اللي بيتغير شكلها وطعبها باختلاف النسب اللي انا ايه؟ هحطها المكونات بتاعت. طب ايه التشابه ما بين التربة وصلطة الايه؟ الفواكه بما اني دي انها بتختلف الخصائص بتاعتها. زي صالة مين الفواكه. انا عندي مكونات التربة بلاقيها انها بتختلف النسبة المكونات بتاعتها بيقدي الى ايه بقى? الى انواع مختلفة من التربة. مختلفة ايه؟ الخصائص. يبقى اذا هنا نفس الشبه او ان المكونات التربة بتشبه مين؟ الفواكه المختلفة. لو انا جيت جبت فواكه وجيت. مثلا يعني على سبيل مثال زودت كمية من ايه؟ من اه مثلا الفراولة. هلاقي ان هنا نسبة الفراولة عالية. فهلاقي ان النباجي في انواع من صلطة الفواكه اللي هي هتلاقي ايه؟ لو قطرت الايه اللي هو الفراولة مثلا او قطرت الموز هلاقيها انها مختلفة ايه؟ الشكل وكمان الايه؟ الطع. لذلك هنا عندي التربة. لو انا عندي تربة النسبة بتاعت المواد العضوية كتيرة. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الخصائص بتاع التربة دي ما لها خصوبتها عالية. وهكزا كمان برضو ان انا عندي مكونات التربة بتكون من حصى ورمل وطين وطم. لو انا جيت زودت او هو وهي اسناء تكونها الرمل بقى زايد. يبقى هي دي ايه؟ تربة ايه؟ رملية. بلاقيها ان هي بتبقى حاجم حبيباتها كبيرة. الخصوبة التربة بتاعتها نادرة او قليلة. يبقى كل مكون من مكونة او خصائص التربة بتختلف حسب نسبة الايه؟ نسبة الايه؟ المكونة. طيب. المهم بقى ان تكون التربة دي متوازنة من حيث المكونات بتاعتها لعشان ان النباتات تتمكن وانها تقدر تنمو بشكل ايه؟ بشكل صحي. يعني ايه متوازنة يعني فيها حاصة وفيها رمل وتين وطمل واللي هو المواد العضوية اللي انا قلت ان احنا بنطلق عليها اللي هو ايه؟ الدبان. تمام كده اللي هي البقايا الكائنات الايه؟ الميين. تعالوا ننتقل الى جزئية اخرى وهي تصنيف مكونات التربة. التربة هي عبارة عن خليط من المعادل والمواد العضوية بالاضافة الى مين؟ الى الماء والهواء ولكن هنا بنسب ايه؟ بنسب مختلفة. فهللاحظ هنا ان معظم انواع التربة بتلاقي ان المعادل والمواد العضوية حوالي نصف المكونات بتاعتها. طيب بالنسبة للنصف الاخر من التربة ايه؟ بيكون عبارة عن المسام. المسام اللي هي الفتحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في التربة عشان تمتلق بالمية او بمين؟ او بالهواء. يبقى ده بالنسبة للمكونات يا اما فيها او النسبة الكبيرة من المعادل والمواد العضوية قلنا حوالي ايه؟ نصف مكوناتها. اما بالنسبة للنصف التاني عبارة عن ايه؟ المسام اللي بتمتلق بالماء او الايه؟ او الهواء. طب بالنسبة لمعنى او مفهوم المسام هي عبارة عن الفراغات الموجودة بين جزيئات التربة تمتلق بالماء او الهواء والفراغات دي مهمة جدا لتقليب الايه؟ او لتهوية مين؟ لتهوية الايه؟ التربة. طيب يبقى انا اقدر هنا اننا نصنف مكونات التربة الى جزئين؟ اول جزء المكونات العضوية. طب المكونات العضوية دي اللي هي ايه؟ جاية من الكائنات الميتة. يعني اقدر اقول انها بتتكون من بقايا الكائنات التي ماتت وتحللت مثل مين؟ النباتات والحيوانات. طب يبقى اذا هنا ان الكائنات المحللة لها دور في تكوين التربة. ايه هي بقى دور الكائنات المحللة في تكوين التربة؟ بلاقي هنا ان الكائنات المحللة اسمها المحللات بتعمل ايه؟ بتعيد عناصر غزائية في النظام البيئي. طب ازاي؟ قال لنا انا عندي الكائنات الحية بتبقى موجودة. الكائنات الحية بيخصل ايه؟ بتموت. لما بتموت بتبقى كائنات ميتة. لان احنا زي ما ابتفعنا وقلنا ان فيه انواع من الكائنات فيه الكائنات ايه؟ المنتجة. زي النبات والمستهلكة اللي هي بتتغز على النباتات او فيه آآ مستهلكة آآ بتبقى بطريق مباشر او غير مباشر. وعندي اللي هي الكائنات الايه المحللة اللي هي بتحلل الكائنات الايه المية. فباللاحظ هنا ان الكائنات المحللة بتتغز على ايه؟ على النباتات والحيوانات المية. طب الكائنات المحللة دي زي ايه؟ زي البكتيريا والفطريات وديدان الايه وديدان الارض. بالتاني بقى هنا اني بلاقي اني بيتم اعادة تدوير المواد العضوية عن طريق ايه؟ ان انا عندي كائنات محللة اللي هي المحللات بتقوم ايه؟ بتحليل المادة العضوية للكائنات الميتة تحولها الى ايه؟ او بتحلل ايه؟ الى مغزيات كيميائية زي ايه بقى؟ زي انصر الكربون والنيتروجين والاكسوجين ليتم اطلاقها مرة اخرى فين؟ في الطربة والهوى والمي. ثالث مرحلة بيتكون ايه؟ الدبال. ايه الدبال ده؟ اللي هو بيانتم من تحلل المواد العضوية للكائنات الميتة ايضا في مكونات غنية بالمغزيات. اسمها الدبال ودي بتساعد النبات على مين؟ على النمو. زي ما اتفعنا وقلنا ان التربة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدبال؟ بتبقى زاتة خصوبة ايه؟ عالي. يبقى ده دور الكائنات المحللة في تكوين الايه؟ التربة. لذلك هنا هنلاقي ان بتدخل المكونات دي الى الدورة الغزائية لمين؟ للنباتات والحيونات وده اللي بيساعد في التدفق والتطف البيئة مرة ايه؟ مرة اخرى. لذلك بنلاقي فيه محيط ايه؟ بدأ يبقى فيه حياة جديدة انه وفيه محيط حياوي لكثير من الكائنات الايه؟ الحي. طب لما اجي اعرف الدبال هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مكونات عضوية غنية بالمغزيات تنتج من تحلل النباتات والحيونات الميتة في التربة. سؤال بيقول لي علل تقوم الكائنات المحللة بدور مهم في توازن النظام البيئي. بالمناسبة هنا قبل هقول الفايدة برضو الكائنات المحللة نفترض هنا ان مفيش عندنا في البيئة كائنات محللة. هنبص نلاقي ان هنا ان جثث الكائنات الميتة تطراقة وبالتالي هيقدي الى الاخلال بالتوازن النظام البيئي وهنلاقي هنا مش هنلاقي الايه؟ هتعي او عدم اعادة العناصر الغذائية الى التربة والهو والايه؟ والمه. لذلك ان الكائنات المحللة بتقوم بدور مهم في توازن النظام البيئي. اقول له ليه؟ لانها منظفات بيئية. يعني ايه منظفات بيئية؟ يعني بتخلصنا من جثث الكائنات الميتة. المنظفات البيئية دي بتعمل على تحالي الكائنات الميتة. ثم تعيد العناصر الغذائية الى النظام البيئي مرة ايه؟ مرة اخرى. لذلك لها دور مهم جدا في حدوث التوازن ايه؟ قلبي. باللاحظ هنا ان الاختلاف في كمية المكونات العضوية في بعض بتأثر في بعض خصائص التربة زي شكلها وزي كمية العناصر اللي هي الغذائية اللي موجودة اللي هي ايه؟ ان التربة زاتة خصوبة عالية او قلائلة ايه؟ الخصوبة. فهللاحظ هنا ان كل ما زادت كمية المادة العضوية بالتربة هتزيد الايه؟ الخصوبة ليه؟ بسبب وفرة المغزيات اللي هزمة لنمو النباتات ايه؟ بيها. تاني نوع المكونات الغير العضوية. ودي المكونات اللي هي غير حية اللي هي لا حيوية اللي موجودة في التربة. بتشمل ايه؟ الماء والهواء والسخور. يبقى دي اسمها المكونات الغير عضوية او المكونات اللي هيوية الغير ايه؟ اللي غير حية. بلاقي ان السخور هنا بتبقى موجودة في التربة على هيئة قطع صغيرة. طيب بتتكون كل صخرة من مجموعة متنوعة من المعادن المختلفة والمعدن هنا هو اللي بيكون السخور. فعشان كده بقول ان المعادن وحدة بناء السخور. فباللاحظ هنا ان الاختلاف في حجم جزيئات المواد الغير عضوية بتؤثر في بعض خصائص من التربة من بنحس ايه؟ الشكل المظهر او الملمس ايه اللي هو القدرة على الاحتفاظ. هنا لما نلاقي عندي ان الاختلاف بتاع حجم الحبيبات او حجم جزيئات المواد اللي موجودة الغير عضوية بتأثر في ايه؟ في الشكل والمظهر والملمس والقدرة على الاحتفاظ بالماء والسماح بنمول ايه؟ الجزول. مثال على كده لما باجي اقول ان فيه هحدد نوع التربة من حجم المكونات الغير ايه؟ الغير عضوية. فباللاحظ هنا ان فيه حجم الرمل والطامي والتين ده من مكونات الغير عضوية اللي نتجت عن تجوية الصخور اللي هو تكسير ايه؟ وتفتت ايه؟ الصخور. فهللاحظ هنا ان حجم الحبيبات هيختلف فيه زي ما ذكرت قبل كده ان حبيبات الرمل كبيرة وحبيبات الطامي متوسطة وحبيبات الطين ايه صغيرة. يبقى ده ان انا عندي ان انا باعرف بحدد نوع التربة من حجم المكونات الغير عضوية. طب مكرنا بقى ما بين مكونات الطرب. عندي المكونات العضوية والمكونات الغير عضوية. المكونات العضوية بتتكون من ايه؟ اللي احنا قلنا بقايا الكائنات التي ماتت وتحللت. طب بالنسبة الغير عضوية السخور والماء والهواء. اهمية المكونات العضوية انها بتكون ايه؟ الدبال. اما المكونات الغير عضوية بتشكل ايه؟ او بتعمل على تشكيل الطرب. طب بالنسبة لتأثير الاختلاف بتاع الكمية المواد العضوية بتأثر الكمية بتاعتها في الطربة لأنها بتعمل على تغيير شكل الطربة وكمية العناصر الغذائية بها أما بالنسبة للمكونات الغير عضوية بتغير شكل وملمس الطربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمية والسماح بنموه الجسود يبقى كده احنا شرحنا من نشاط رقم واحد لنشاط رقم أربعة تعالوا نشوف السؤال والجوء أول سؤال بيقول لي أكمل مما بين القوسية واحد تحتوي الطربة على نقاط مكونات أساسية كام مكون أربعة ولا ثلاثة احنا قلنا أربعة اللي هم مين الماء والهواء والمواد العضوية والمكونات السخرية والمعدنية اتنين ارتفاع درجة حرارة الطربة يؤدي إلى نقاط أعداد النباتات نقص ولا زيادة ده تأثير مين تأثير البيئة على الطربة يبقى يؤدي إلى موت ايه؟ موت اعداد او موت الكائنات يبقى هنا هينقص الايه؟ الاعداد يبقى نقص اعداد النباتات أحد مكونات الطربة الذي يحدد خصوبتها هي هو المواد العضوية ولا الغير عضوية؟ لا هو المواد العضوية اللي هو مين؟ الدبان أحد مكونات الطربة الذي يحدد رتوبتها هو في راتب مين؟ الماء ولا الهواء؟ احنا قلنا الماء أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة عندي الكلمات العناصر الغذائية الأمطار المحاصيل النباتات الميتة الأطمشة لون التربة واحد يعتبر نقط من أوجه الاختلاف بين أنواع التربة اللي هو لون التربة اتنين التربة مصدر نقطة التي تأكلها ونقطة التي نستخدمها لصنع الملابس يبقى التربة مصدر لمين؟ مصدر للمحاصيل التي نأكلها أو تأكلها والأطمشة التي نستخدمها لصنع مين؟ الملابس ثلاثة توفر التربة نقطة لنمو النباتات اللي هو العناصر الغذائية تعمل نقطة على زوابان معادن التربة مين؟ الأمطار بتعمل على زوابان معادن التربة تساهم المواد العضوية مثل نقطة في تكوين التربة اللي هي النباتات الايه؟ الميتة ننتقل لأسؤال ما الضور الذي تلعبه التربة في البيت؟ إنها موت للعديد من الكائنات الحية وتوفر المغزيات اللازمة لنمو النبات تخير الإجابة الصحيحة مما يلي؟ تساعد عملية نقطة في تكوين التربة الانصهار والتعرية التجمد والترصيب التجوية والتعرية البرودة والتجوية يعني عندي عمليتين من الأساس من العميات الأساسية في تكوين التربة اللي هي التجوية اليمين تفتيت وتكسير الصخور ثم نقلها إلى مكان آخر اليمين التعرية يبقى نختار التجوية والتعرية اتنين يعتبر نقطة من مكونات التربة الماء الهواء المعادن جميع ما صبح هنا هنختار جميع ما صبب الهواء من مكونات التربة المعادن من مكونات التربة تلاتة يعتبر نقطة من العوابل الرئيسية التي تسبب اختلاف أنواع التربة المناعة ولا تكون الصحب ولا أغطو لأمطار ولا ألف وإيه وجين مع بعض أنا عندي هنا الأخطار اللي هو ألف وجيم مين اللي هي المناخ وعندي هطول مين هطول الأمطار وده اللي هو من العوامل اللي بتسبب اختلاف أنواع الترب لاحظ الشكل التالي ثم أجل اسكر أهمية التربة لكل من النباتات هي التربة مهمة للنبات في ايه قلنا إنها بتحتوي على العناصر الغذائية يبقى بتمد النباتات بالعناصر الغذائية والماء والهواء اللازم للموها طب بالنسبة للإنسان بتوفر ايه الاحتياجات والموارد الغذائية اللي هو بيعتمد عليها أو بيحتاج بالنسبة للفطريات وديدان دي اللي هي الكائنات اللي ايه الأخرى أنها بتبقى موطن لمين لها لأنها دي مهمة جدا طبعا بتفيد التربة كمان إن احنا قلنا إنها بتعمل على تقليب وتهويت مين التربة وبكده نكون انتهينا من الشر وكنت معاكم مثل أسماء بكر والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته